بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الاستريسيز لسا نتكلم في الاستريسيز في الصويل بس زي ما قلنا في المرة اللي فاتت في مشكلة إن المية تمشي من إيه؟ من تحت لفوق ليه؟ عشان ممكن المية وهي ماشية من تحت لفوق يحصل إيه؟ يحصل إن التربة ديت والمية ماشية هنا يحصل لها حاجة اسمها او هيف زي اللي تعلمناها في مين؟ في السدود اللي احنا قلناها في المحاضرات في الشابتر طيب احنا تعلمنا في الجزء الماضي ازاي تحسب الاستريسيز عند النقطة دي اه سيجما بساوي ال زائد مش عارف ايه واليو مفيش اي مشكلة والسيجما داش والسيجما داش ده كله تعلمناه مفيش اي مشكلة فيه أما ليه المشكلة؟ المشكلة أنا خاف من حاجة ايه هي؟ ركز معايا ان اتش اللي هو الضغط ده في جاما وطر لو طلع اكبر من القلة في جاما ساب ميرجد القلة هيحصل هايحصل البويلينج هنا الحالة دي بيسموها الايه الكريتيكال سيكشن الكريتيكال مين؟ سيكشن او الكريتيكال هيدروليك جريجين او المين الهيدروليكي الكبير او الضغط الهيدروليكي الحرج ده الحرج يعني يبقى كلمة هيدروليك جريجين اتويتش ايه بويلينج او كويك ساند كونديشنز هابت هيحصل في الحلقة دية يعني هحط السيجمال داش corrupted laureate يعني هحط السيجمال داشت بقت بصفر فبقت L في الجامعة ساب مرجل ناقص L في جامعة ساب مرجل ناقص H في جامعة говорит بتساوي صفر يعني الح على ال L بتساوي جامعة ساب مرجل على مين على جامعة H على L دي اللي هي ال Iade Freedom أو ال I عموما ال I بقى بتساوي جامعة ساب مرجد على مين على جامعة بس لما تبقى بتساوي صفر ويبقى هي الجاما سبمرجد على الايه على الجاما ووتر يبقى الجاما سبمرجد معروفة اللي هي ايه الجاما سبمرجد بتساوي جاما ووتر في جي اس نقص واحد على واحد زائد ايه الجاما ووتر طارت معاها يبقى الجاما سبمرجد بتساوي جي اس نقص واحد على ايه معناها ايه الكلام ده معناها لو انت عندك في المسألة بتاعتك المسألة اللي هي ديت انت احسب ال H على ال L لو لقيت ان ال H على ال L ديت اكبر من ما دي الـ H على إليه اللي هي الـ I بتاعتي أكبر من الـ I critical اللي هي عبارة عن جاما سب مرجد على جاما ووتر يبقى في الحالة دي هيحصل Quick Sand Condition أو ساعد بيسموه الـ Boiling أما لو كان أصغر منه فمش هيحصل الـ Quick Board يبقى الحاجات دي مهمة جدا إن احنا نبقى أخدين بالنا منها عشان فيه مسائل كتيرة عليها إزاي تحسب الـ I وتحسب الـ I critical وتقارنهم وهل هيحصل Boiling ولا مش هيحصل للـ A للـ Soil شكرا